ونتحول الآن إلى ملف علمي حيث اختار فريق من الباحثين بحيرة كراوفورد الواقع في تورينتو في كندا منطلقا لدراسة حقبة الانتروبوسين وهي العصر الجيولوجي الجديد الذي يمثل فترة أصبحت فيها بصمات الإنسان ظاهرة في باطن الأرض وعلى سطحها وشرع فعليا فريق البحث في دراسة الترسبات العالقة في قاع البحيرة واكتشف الفريق أن الإنسان أحدث تغييرات جيولوجية ضارة خلال آخر سبعين سنة تفوق التي وقعت في السبعة ألاف عام التي مضت وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان الدكتور أحمد ملاعبة أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية مرحبا بك دكتور ملاعبة معنا بداية أهمية هذا الاكتشاف وماذا يعني ذلك من الناحية العلمية نعم نحن الآن أمام بالفعل قضية مفصلية في أن نطلق اسم عصر جيولوجي جديد على التقسيمات الجيولوجية وعلى السلم الجيولوجي منذ نشأة الأرض منذ أربعة ونصف أيضا مع الكسور مليار عام والآن بدأت البحوثات العلمية وخصوصا في كراوفورد البحيرة التي تقع بالقرب من تورنتو في كندا وجدوا أن هناك بصمة جيولوجية بشرية هذه البصمة ممثلة في مخلفات المايكرو بلاستيك أو النانو القطعة الصغيرة جدا وأيضا بعض العناصر المشعة من البلوتونيوم وأيضا هناك بقايا الحرق الوقود وهي ما تعرف علميا بالـ CSP Carbon spherical particles أو حبات الكربون الكروية وقد سجلت بشكل كبير جدا شواهد أخرى هذا أدى إلى الحديث عن عصر جيولوجي بشري يبدأ منذ هذه الفترة رغم أن الحديث عن هذا العصر بدأ منذ عام 1920 ولكن العالم البولندي بول كروزاين قرر أن هناك تغير كبير في تقسيمات العصور وأننا نعيش صحيح في العصر الرباعي أو الهولوسين الذي بدأ قبل 11700 عام لكن الآن نحن أمام عصر جديد بالفعل وهو مدار للنقاش كان آخر نقاش حاسم في عام 2016 ولكن لم يتخذ قرار بذلك واليوم هناك تحدث رسمي ولكن لا يوجد تصديق كامل على اعتماد هذا العصر ضمن السلم أو العمود الجيولوجي منذ نشأة الأرض وتركيبها وتكوينها وأيضا تطور الكائنات فيها والقضايا المفصلية في مجال ظهور الديناصورات والبرمائيات والطيور المجنحة وما إلى ذلك نعم طيب دكتور ملاعبة لماذا وقع الاختيار على بحيرة كراوفورد تحديدا هي لابد أن يكون هناك أولا نموذج حتى نقيص عليه هي النموذج الآن لأنها أولا بحيرة محصورة مساحة لا تجاوز الواحد كيلو متر مربع وعميقة فلذلك هذا هو موديل ولا يعني أن هذا النموذج غير مكرر فيه مناطق كثيرة جدا وأنا أجزم وقد قمت بعض الدراسات في الأردن في واحد الأزرق وجدنا سي أس بي أو الكاربون سفيريكال بارتكيل وأيضا مع فريق سويدي عراقي درسنا في الأهوار وأيضا الأهواز في إيران درسنا هذه الدقائق وتأكدنا من وجودها أي أن عصر النفط قد أثر على المسطحات المائية وأيضا على البيئة الطبيعية إذن كراوفورد هي نموذج لا بد من وجود موديل أو بصمة نأخذها حتى نسمي هذا العصر بهذا الاسم وأيضا هناك ظواهر واضحة تتمثل في اختلاف اختلاط الماء بين السطح والعمق وهناك طبقات غير مختلطة في هذه البحيرة إذن نحن الآن أمام ظاهرة صحيح أنها ظاهرة محيرة ولكن القرار لم يتخذ بعد باعتماد هذا العصر ضمن التقسيمات الجيولوجية المعتمدة من الاتحاد الجيولوجي العالمي أو مجموعات دراسة الطبقات البعض يصف هذا الاكتشاف بأنه نوع من أنواع الأرشيف الجيولوجي برأيك هل يمكن استخدام هذا الأرشيف للتنبؤ بظواهر جيولوجية أخرى على سبيل المثال براكين زلازل إلى غير ذلك نعم بالتأكيد لأن هناك رسوبيات من الرماد البركاني الذي ينتقل وقد يغلف الأرض في انفجارات كثيرة جدا ضمن المئويات الثلاث الأخيرة كما حدث في كاراكوتا في أندونيسيا سنة 1883 حيث انفجر أكثر من 80 كيلومتر مكعب من الرماد انتشر وغطى الأرض وأيضا في تنبورا في اندونيسيا وأيضا في جرينلاند والأمثلة كثيرة جدا في الكونغو نحن بالفعل أمام أرشيف للتنبؤ بالبراكين للتنبؤ أيضا بالزلازل لأن الزلازل تكسر الطبقات التي ترسبت حديثا وهذا ما يعرف في الباليو سايزمولوجي أو سايزميك نعرف الانحناعات التي حصلت في هذه الرسوبيات قبل تصلبها فبالتالي يمكن أن نعرف أن هذا أرشيف وأرشيف مهم جدا في تنفيق الحوادث المستقبلية ومعرفة الحوادث التي حدثت في الماضي وهناك قوانين معروفة أن الماضي مفتاح الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية